تغيير مواقع المواقع في بعض سنوات الثالثة يلا 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 سجل سجل هدف شبيك عفية والله سجل اسمع كلامي مرحبا اصدقائي شباب وبنات اتمنى تكونون بخير وصحة وسلامة ودائما مجموعين بيحباكم وعزاكم وياكم احمد من قناة 100 بلس رجعتلكم بحلقة جديدة من لعبة هيد بول 2 واليوم عدنا شباب مو دستركشن لورد اليوم راح ارجع بكم الى الشخصيات البدائية اللي اول ما في تحت اللعبة كانت موجودة فنرجع نرجع طبعا شباب انا هاي الشخصيات بلشت اطورها تدريجيا يعني شي ورشي على مد يعني اوصلها الى الى المستوى السابع فطورت هذه الشخصية اللي يسمها جاك اللي هي تطلع شباب بالمقدمة مال هيد بول 2 هذولو مو يطلعون شخصيتين واحدة تطلع هاي الشخصية واحدة تطلع هاي الشخصية والثانية تطلع هاي الشخصية اوكي اذا هاي الشخصية اذا ما عرفتوها راح ارجعكم وهنا يدوس هذي هو هذا الشكل بالبداية المستوى واحد ويصير هيتي بالمستوى السادس اوكي شباب فاني طورت صراحة للمستوى السابع والمهارات اللي انضافت له يعني ما كانت مفتوحة مهارات هواية اوكي فقط يعني مثلا القفز مموجود الحجم مموجود فقط الركل والسرعة اوكي وهذه المحفزات ما احتاجها زيادة الخبرة حتى القوى هاي ما موجودة اوكي شباب فقط سلوتين يعني مو كانين موجودات بالنسبة لبطاقات المهارة اوكي شباب فخلنختاره اوكي نختار الجاك اللي هو اهسا مستوى القوى مالتها 24 ضبط اوكي خلنلعب اللعب العادي هاي شنو هاي هنا يا عدنا اضع في الذهب اوكي خلناخذه اوكي وخلنلعب اللعب العادي ونشوف جاك شرح يسوي بالمباريات طبعا فتشي غريب انه بالمناسبة نتجربه يعني بعض الشخصيات اللي ذلك صفرت مثل ما دا نشوفون فليش نشتري تذكرة خلينا نروح وين نروح على المتجر ونروح هنا لا مو هنا هنا ونشتري هاي الانفينيتي ب 10 جواهر اوكي يعني لمدة ربع ساعة اوكي لمدة ربع ساعة من اللعب اوكي اوكي شباب هسا خلينا نجربه باللعب العادي مثل ما قلت لكم انه رح يصرفت شي غريب انه الشخصية الاولى بالمستوى السابع واني مستوى اللاعب 50 يعني اقصى مستوى فراح يصرف الشي غريب ما عرفش رح يطلع لي اوكي خلنا نقول بدء المباراة نقول بسم الله اوكي مثل ما تشوفون المستوى 50 وش رح يطلع لي رح يطلع لي مستوى عالي يمكن اوكي طلع لي مستوى هاي من الشخصيات الجديدة اللي ما عرفه منه باع الشباب باع الشباب باع شوفوا الحجم مالتي وشوفوا الحجم مالتي يعني فتش مضحك طبعا وفتش يعني اكيد انا مراح اسيطر عليه اوكي وهذا الخلل اللي ما يخلينا نوجع للشخصيات القديمة ما يخلينا نوجع للشخصيات القديمة لانه انت اطور حتى لو اطور اعلى شي اوكي اذا تشوفون يعني ما اكو اي منافسة بالموضوع ما اكو اي منافسة حتى صد الكرات ما اقدر اسويها ماذا اقدر اصد الكرات شباب اي اوكي ماذا اقدر ماذا اقدر ماذا اقدر ماذا ست اهداف وهو حاليا سبعة اهداف اوكي واني ولا هدف اوكي اوكي هذا الهدف الاول جبت يعني بحركة اوه اوه انا ما لبست هاي كل مرة انسى اي ماذا اقدر اوكي الهدف الثاني هو ثمانهداف شباب ؟ هاا هو هاا هو هكي انا robust يعني هو اعتقده هياخذني على قد عقلي Dort اوه هاا ها الهدف التاسع هدف التاسع الى طبعا شباب اناAMA متعود عليه هاا الهدف الاشر شنا الشخصية هادي طبعا شباب انااد اسستخدم فقط عملية الكلات الكلات بس سجلت عليه يعني بالنسبة لهذه الشخصية مع هذه الشخصية المقارنة مالتها زين إذا سجلت عليه ثلاثة هداف شباب لا 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 سجل عليه 13 ثلاثة شباب 13 ثلاثة أوكي 13 أربعة قدرت أن أسجل قدرت أن أسجل فقط أربعة هداف يا شباب هو سجل عليه 13 هدف بس شنو عندنا فتشي بهاي الشخصية عندنا فتشي بهاي الشخصية أنا نسيت اللي هو الهات اللي هو القبعة فخلني نلبسه سواء مستوى مالتها يعني القوة مالتها 24 فخلني نلبسه أحسن قبعة شوفوه هذا يعني ماستخدمته طبعا لكن مو هذا السبب يعني بالخسارة شباب السبب بأنه اللعبة قاعد تختار يعني شخصيات غير متكافئة يعني هي اللعبة المفروض تختار لي مثل هاي الشخصية يعني نفس الحجم مالتها أو لما نتكبر الحجم مال هاي الشخصية مفروض تكبره يكون بقدر الشخصيات الجديدة هم اش داي يسوون اللعبة يسوون بأنه مجرد أنه يطلعون الشخصية القديمة لما انتجي الشخصية جديدة راح تكون كلش قوية وكلش حجمها أكبر وضرباتها أسرع وينسون الشخصية القديمة أنه ممكن أنه شخص يحبها يعني يلعب بيها يعني مثلا هاي الشخصية مالجاك ماذا يعني أوكي شباب خلننجرب لعبة ثانية ونشوف ما أنه عندنا انفينيتي بطاقات أوكي طلع لي هذا الفمبي الفمبي لورد أعتقد هس هاي شخصية طبيعية شباب هاي الشخصية ممكن أنه يصير اللعب وياها عادل أوكيد تشوفون أسه يعني نجيب نجيب قوالة ودي يستخدم علي الشغلات الطبيعية أوكي 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 ذكرني أول ذكرني هاي اللعبة أول ما نزلت اللعبة شون كانت يعني الشخصيات لا 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 سجل علي رأسا استخدمه ديسورينتد أوكي لا ما تقدار أوكي 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 أنه يسجل علي عن طريق هاي هاي الطريقة ديشوفون شباب مثل هسة هاني هم راح حاول ويا بيها أوكي هاي الطريقة يحاول مثل هسة جابها كرة أرضية شباب هسة النتيجة هو ستة اثنيا آني ستة أو ستة ثلاثة صارت هو ثلاثة وآني ستة أوكي 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 إذا يحاول يجيبها كرة أرضية لكن سجلت عليها هدف الثامن أوكي أوكي لا 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 بالخطأ 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 الهدف الخامس هو أنا سجلت الهدف التاسع أوكي خلصت اللعبة شباب خلصت اللعبة تسعة خمسة يمكن أي تسعة خمسة أوكي أوكي ألف تحية للخصم اللي هي من الشخصيات اللي أنا أحبها طبعا أنا سهم طوارتها من شاء الله بحلقة جديدة تشوفون الشخصية هاي شون صارت تختلف كليا أوكي خلني لعب نبت اللخ أوكي أيضا طلع لي شخصية طبيعية طبعا هاي من الشخصيات القوية لا 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 والله حجم هاي شون حجم شون أكبر حجم أكبر شباب فأعتقد هالمباررة سحصير صعبة أوكي أوكي كلون قول أنا استخدمت كلون يعني هذا اللاعب ليش لأنه عفية شكرا شكرا قلت لكم داي يستخدم هاي الطريقة نفس هاي الطريقة لأسان استخدمتها ليش داي راهن على على سرعة اللاعب بالرجوع لأنه اللاعب اللاعب اللي مستوى يعني اللاعب المستوى ضعيف مثل هذول اللاعب يصير سرعتهم قليلة لذلك مايرجع بسرعة أوكي سوى صار عصبي لاصير عصبي والهدف الثاني 2-0 لأنه حاول جاب للفاير بول وجاب جول علي أوكي والله اللي شوية اللي شوية لا 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 إي الهدف الثالث شباب ضاج ضاج هو كلش ضاج ضاج مو يتوقع أنه لما نشوف هاي الشخصية أنه يتوقع الشخص مبتد يعني بهاي اللعبة هاي يتوقع مبتد بهاي لعبة لكن لما نشوف الأكسسوريز المفروض بأنه يعرف بأنه مبتد يستغل أحكي فدأ يتوقع والله هسا ستة اثنين شباب أني ستة هو اثنين أوكي يلا يلا سجل هدف عايا نفسك هاي لسنا مبتدئين اوكي والهدف السابع شباب بقت ثواني بسيطة اوكي اوكي والهدف الثامن ثمانية اثنين اوكي واخر ثانية بعد ماكو وقت وانتهت المباراة يا شباب انتهت المباراة وصعد مستوانه الى المستوى 33 اوكي شكرا تحيي للخصم اوكي خلنلعب بعد يا شباب ونشوف طبعا الشخصية لما انتصعد من المستوى الخامس المستوى السادس يغيرون شكلها بالكامل المستوى مالتها 47 هذا اللاعب حجمه اكبر من حجمي يعني انا حجمي اصغر اوكي لكن ان شاء الله ان شاء الله نقدر لهذا اللاعب اوكي لا 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 جمدني بحركة مباغتة ليش هي تشيها لاعب نفس الطريقة شباب يستخدمون نفس الطريقة اللي هاية نفس الساين اللي استخدمتها اللي يستخدمون فقط الكلة اه الفاير بول يرجع عليها غول اوكي لا 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 اللي شوية اللي شوية اللي شوية تجيب ان اجد غول اوكي لا 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 صار هيدن صار هيدن يا شباب يلا اي 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 الا شوية يجيب عليها هدف اوكي اوكي شباب هسا اثنين كل اثنين كل لا 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 جاب عليها الهدف الثالث ويقول لي ها ها اللي هي ضحكة او اوكي اي اوكي سجل هدف عنا نفسي يعني شمرت الطوبة عليها وهو بعدين رجع باق ملحق اوكي اوكي ممكن ها يتكون هدف اي الهدف الرابع اربعة ثلاثة اوكي اوكي يعني تقيبا هموا بالبدأ لا 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 اللي شوية يجيب هدف عليها اوكي 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 والهدف الخامس يا شباب باخر عشر ثواني ودائما يقول لي حظك شبي حظي والهدف السادس حظي اي اوكي 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 انتهت المباراة اوكي 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 راح نطلع من منطقة الاستبعاد انتهت المباراة اوكي مستوى 31 صار يعني منطقة السوبر ستة ثلاثة شباب انتهت المباراة ستة ثلاثة واذا لاحظت شباب انه اللعبة ضافت يعني مثل اشتراك موسمي يعني مواسم انه تقدر تشترك انا صراحة اشتريت الموسم السابق الموسم عبارا عن اه اثناعش يوم فقط اسبوعين اسبوعين مو ارباطعش يوم اي اوكي اوكي ارباطعش يوم فمثل ما تشوفون الموسم بي جوائس كل شهوية يعني اذا تشتري التفعيل مالته ايضا رخيص فقط بثلاثة دولار اوكي وبي جوائس كل شهوية يعني بالموسم هسا هنا ميت جوهرة هنا ميت نقود يعني ميت هاي الشي سموها الزمرد وهاي حزمة هاي هاي شغلات يعني بعدين هنا مكافئة الشراء وهواية هاي حزم وهواية اه بطاقات الفرص هاي شغلات اذا تشتري الموسم اذا تسوي اشتراك موسمي ارخص بهواية طبعا من لعبة براولا ستارز اوكي شباب خلن نلعب لعبة اخيرة اه ونشوف جاك جاك هذا اسمه نشوف جاك شرح يسروب هيت بول اوكي اوكي ايضا طلع لي شخصية مو من الشخصيات هاي المقدرة لكن المستوى مالت خمسين شباب اوكي المستوى مالت خمسين خلي نلعب اوكي اوكي والهدف الاول جمدني طبعا البداية اوكي 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 استخدموا يا القنبلة لكنها اتعملت ويها بطائقة جيدة وايضا هدف ثالث شباب ثلاثة صفر اوكي اوكي اسه قام يستخدموا يا طيقة التقمز اوكي 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 والهدف الرابع اوكي اوكي لا سجل عليها هدف الهدف الخامس خمسة واحد شباب والهدف السادس طبعا انا اوضوك استخدم المساعدات لذلك يشوفوني دائما يعني ما استخدمها فقط الا لما احتاجها واستخدمها فقط للدفاع يعني يشوفون المساعدات اللي عدي فقط للدفاع اوكي 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 والهدف التاسع شباب تسعة واحد لا 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 داري استخدم علي الكرة الارضية اوكي اوكي ولا زال يحاول ان يستخدم الكرة الارضية والهدف العاشر هذا الرقم احبه مثل ما تعرفون شباب اوكي اوكي والهدف 11 اوكي بعد 30 ثانية تقريبا اوكي الهدف 12 هذا اللاعب ما لا فرصة يعني والهدف 13 بس يقمز يلا 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 سجل سجل هدف شبيك عفية والله سجل سمع كلامي اوكي 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 هاي خلاص خلاص انتهت المباراة يا صديقي والهدف 14 من كرة الارضية اوكي انتهت المباراة شباب انتهت المباراة 14 شكت بعدنا شوية على منطقة الاستبعاد بعدنا شوية ان شاء الله بالمرات الجاية هاي عادي هم يصعدوك وينزلوك 14 اثنين يا شباب 14 اثنين فمثل ما شفتوا اصدقائي بانه هاي شخصية اساسا خلصة الطاقة مالتها شخصية جاك يعني احنا وصلناها لماكس يا شباب وصلناها لماكس يعني المستوى السابع وصلناها وضفنا لها مهارات ايضا لا بقس بها يعني بس حتى المهارات اذا نضيف الهي جاك راح اصعدها يعني توصل للثلاثين بينما الفرق بينها مثلا شوفوا مستوى القوة مالتها 27 إذا قلنا يوصل للثلاثين الفرق بينها وبين خلنا نشوف مثلا هنا ذني الشخصيات اللي هنا وين هاي هاي الشخصيات نفرض هذا ال 122 فهوين يعني شخصية 122 القوة مالتها وهذا 124 سكاي ماستر وشخصية ب30 القوة مالتها لذلك تبقى ذني الشخصيات اللي بالأخير هي صراحة بالنسبة للعبة هيت بول 2 اللي لازم يركز عليها اللاعب لأنه الشخصيات بالبداية يعني خلنا نقول مت بيضوجه شباب يعني مو بالشخصيات اللي يعتمد عليها بالمباريات ممكن يطلعوا لك شخصية مثل هاي الشخصية بمستوى بسيط هذه مستوها يعني كل شي ما بيها أي تطوير ومستوى واحد القوة مالتها 93 أوكي شباب أوكي شباب وعزائي وأصدقائي شباب وبنات على مدلطة والحلقة اللي هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة أتمنى تكون عجبتكم وإن شاء الله راح أسوي عدة حلقات عن أبطال مختلفين يعني موجودين بلعبة هيدبول 2 فلي هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وشاركوا المقطع بين أصدقائكم ونشوفكم بخير الحلقة الجاي كان وياكم أحمد من قناة 100 بلاس مع السلامة مع السلامة شاك شكرا